السلام عليكم مرحبا بمتتبعي قناة الحمدي اذا هذا النهار ان شاء الله غد نعطيكم مقدمة القصة في كل من النص النظري والنص التطبيخي طبعا مع بعض الشرح الا كانت ايش امور تحتاج الى الشرح اما الا كانت واضحة فهي يعني واضحة اذا مقدمة النص النظري اعطيكم نص نظري هدية المقدمة لغادي تكتبه ان شاء الله فرضت القصة وجودها كجنس ادب مستحدث بسبب النهضة والانفتاح الثقافي على الغرب اذ استمدت منه اصولها الفنية خلال مراحل التعريب والتأصيل والتطوير وقد استطاعت ان تحقق حضورها بناء على قدرتها على التقاط تفاصيل الحياة اليومية بسرعة واختزال وتكثيف وحدة الحدث والانطباع في لحظة زمنية خاطفة غير ان النقد الادبي الخاص بهذا الفن قد تأخر اذا نحضر معايا شو انت ندبه لانه هو نص نقدي اذا ندره لا نقد في ما يخص يعني تجاه القصة غير ان النقد الادبي الخاص بهذا الفن قد تأخر بالمقارنة مع نقد الشعر ونقد الرواية نظرا لتأخر تراكم الانتاج القصصي ولم ينطلق نقد القصة الا في منتصف القرن العشرين اذ ظهر جيل من النقاط طور الممارسة النقدية بعد عقد الستينيات نذكر منهم على سبيل المثال اذا نلاحظوا معايا هاد النقاط رتم لون مغاير شكري عياد علي الرائي صلاح فضل من المشرق ومن المغرب نذكر محمد برادة نجيب العوفي سعيد يقطين ويمثل الكاتب السوري اذا شنو عندي ردبا هاد نهضر على ناقد اللي احنا فسدت تحليل النص ديالو خلينها تلخر ويمثل الكاتب السوري محمد اعزام حركة نقدية متميزة ساهمت في تطوير المصطلح النقدي اذ واكب تطور الفن القصصي من خلال المؤلفات نذكر منها نقول لي المؤلفة من جنهم جنهم طلاقا من ذلك النص ليعطيناه مياه فقط اعطيتكم هنا غير ميتال هنا بإمكانكم انكم يعني انتما ماشي ما مفروض عليكم انكم يعني اديروا واحد النبدة يعني قصيرة ولو قصيرة على هادك يعني الناقد اللي انتما فسدت تحليل النص ديالو هاد شي غني كنجيبوه غير من نصلي لعدنة مياك من خلال المؤلف نذكره منها اتجاهات القصة المعاصرة بالمغرب اذا هذا المصدر شدين احنا المصدره قلناه من المؤلفات ديالو هيا دي وهو مصدر النص الذي هو نحن بسدده سافي يمكن نجيبوه شي حاجة يخص نحفظوها او لا اي من النص كانت عامله دك شي يعني من نجبدوه من النص فالى اي حد انكشف الكاتب عنوعيه النقدي من خلال القضية المطروحة اذا انا نطرحوا الاسئلة دي الاشكالية والاسئلة دي الاشكالية منها نجيبوها نجيبوها ايضا من النص اللي احنا فسددت تحليل ديالو طبعا اذا هذا فيما يخص مقدمة النص النظري هذا بغن ندوز الى مقدمة النص التطبيقي طبعا دائما في تجاه القصة عرفت الاشكال الادبية النثرية العربية الحديثة تحولات بفعل تجاوزها للاشكال التقليدية من رسالة ومقامة الى اشكال نثرية مستحدثة من المقالة والرواية والكتابة المصرحية والقصة القصيرة وتحكمت في ذلك عدة اسباب تاريخية والجماعية وحضارية وسياسية والقصة جنس ادبي حديث ينقل احداث واقعية متخيلة باعتماد السرد وارتبط ظهورها بالانفتاح على الثقافة الغربية وبالصحافة وبسرعة العصر وصرعة العصر كما ارتبطت في موضوعاتها بطبقات الدنيا اي بالمجتمعات يعني انصحات عبير الفقيرة وتشترك القصة مع باقي الاجناس الاخرى في مجموعة من المقاومات الفنية مثل عناصر الحكاية كالسرد والوصف الى جانب عناصر الخطاب كالسرد والوصف والحوار غير ان ما يميز القصة هو وحدة الحدث والموضوع والانطباع بالاضافة الى اختزال والتركيز تجلت القصة من خلال الابداعات الكثير من القصصين العرب نذكر منهم محمود تيمور يوسف ادريس هنا الرواد دي القصة يوسف ادريس عبد الكريم غلاب عبد المجيد بن جلون محمد برادة مبارك ربيع واحمد بوزفور ويعتبر هذا الاخير من جيل رواد هذا الاتجاه فما هي احداث القصة وما هي شخصيات هذه القصة طبعا الاسئلة بالاضافة الى مجموعة من الاسئلة اللي يمكننا كما قلت لكم اننا نجيبها يعني من من القصة اللي عاطناه مياه ونقروا على على الرائد الرائد كما اشتد معي في النص النظاري اني واحد المقتطف يعني صغير على على احمد بوزفور وخما كونك نعرفوا عليه تحاجة نكتبوا متناهية العبارة واعتبروا هذا الاخير من جيل هذا الرواء من جيل رواد هذا الاتجاه الذين كتبوا باسهاب مثلا في فن القصة اذا لهم جمعة من القصص من ابرزها مثلا ونكتبوا هذه القصة لحنا فصد التحليل ديالها اذا بهذا قد نكون انني قدمت لكم مقدمة ديال النص النظاري والنص التطبيقي الى كان عندكم شي تساءل وخليه في التعليق والى الحلقة القديمة ان شاء الله